أهلا بكم في الجمهورية الجديدة أسيسي هو اللي اخترع مصطلح الجمهورية الجديدة ورغم أنه لحد بوقتي محدش شاهم هو يقصد بها إيه ورغم أن المصريين مش شايفين أي جديدة خالص يعني أو إيه السر في خالص معنا حدش عارف إلا أن الواقع عرق جبل الدعاية والأوهام بفيديو زي اللي هتشوفه دلوقتي فيديو من معرض بتاع منتجات غذائية اسمه معرض أهلا رمضان كان في المنوفية شوف كده مع بعض الفيديو بتاع أهلا رمضان مأساوي غير مسبوق ورغم أنها الحقيقة كتبة على صفحتها أنها متبلطية للجيش والشرطة مصر لكنها تصدمت من الجمهورية الجديدة اللي وعدت بيها السيسي دي نوها نوها كتبت تقول هي دي الجمهورية الجديدة اللي إحنا كنا فاهمين غلط وفاكرينها هتبقى قد الدنيا آه هي دي أنا لأ ما كنتش فاهمين غلط كنت طمعين غلط وتحت هشتاج الجمهورية الجديدة شارك الناس بالتعليق على المنظر المهين والحالة المزرية اللي وصل لها الشعب زي ما كتب عبد المجيد كتب بيقول منظر مهين وقلة قيمة منكم لله اللي عملته في الناس كده إيه اللي تلقيمة دي وصلنا لدرجة دي شكرا يا حكومة شكرا يا ريس وصلتوا الشعب الحالة مزرية ومنظر متعب للأعصاب ربنا يفرجه على الجميع يا رب يا رب يوجع قلوبكم زي ما وجعتوا قلوبنا ووصلتوا الناس للمنظر ده وينتئم من كل ظالم خين يا واجع القلب يا مصريين يا واجع القلب يا مصريين ادو على النيني كمان ما هو اي حد هيشكر السيسي ادو عليه لي ده من أعانى ظالما يا محمد يا نيني من أعانى ظالما ده ظالم مصري كلها بتدي عليه الجوة يعمل أكتر من كده ده كان رأي إبراهيم إبراهيم قال الجوة يعمل أكتر من كده ولسه اللي جاي الله أعلم بيه ده اللي قاله الصحفي كريم فؤاد كشف لعبة بتعملها الحكومة على الشعب اللي بتكذب عليه وتمنى عليه كمان بأسعار السلع المخفضة نشوف كده الراجل كتب إيه قال بترهقونا زنب زهنيا ليه حلوة فكرة بيع الرز وباقي المنتجات الأسسية في شوادر بالشوارع منعا لاستغلال التجار وكيس الرز وزن 800 جرام يتبع بـ 18 جنيه في الشادر إياه وفي نفس الوقت الرز وزن 1000 جرام يتبع في المحلات بـ 23 جنيه وبحسبة بسيطة كده رز الشادر أرخص 50 قرش من رز المحلات يا بقى لاش وجنب الشادر ويفة عربية نقل بتبيع نفس الرز بنفس المركة التجارية ونفس الوزن الكيس اللي بيتبع عندهم بـ 17.5 يعني أرخص من اللي موجود في الشادر اللي مفروض هو أرخص سعر في مصر بـ 50 أجساء يا يا كريم أهو كريم حط الصور دي قالك ده اللي معروض عندهم بـ 18 معروض في المحلات بـ 23 مش عارف كام يعني أرخص 50 قرش طيب جنب الشادر بقى وقف عربية نقل بتبيع نفس الرز بنفس المركة ونفس الجواز ده ونفس الكيس أرخص 50 قرش لعبة جنون الأسعار ده للسيسي وحكمته ومعرفوش يسيطروا عليه بأعترافهم أو بأعترافه هو من كام يوم خلا فيه زحام رهيب على معارض أهلاً رمضان في كل المحافظات ده إذا كان الناس معاها أصلاً أكل هو السؤال إيه الناس دخل على مجاعة ولا إيه؟ بس تستمي الأيادي ده اللي بيقوله إسماعيل بيقول الناس بتفقد أخلاقها في المجاعات تستمي الأيادي وتحيا الجمهورية الجديدة مشهد تاني الحقيقة حصل في معرض للسلع المخفضة في دوميات وأنا سبق وهنا قلت لحضراتكم في محافظات في مصر لا تعرف معنى البطالة زي دوميات طول عمره دوميات بتوع شغل زي بور سعيد يعني البلاد دي حضرات زيرو بطالة تخيل إن المعرض دال في دوميات اتسرق وده إنذار مش عادي ده كتب حساب باسم أرتغل قال كده قال سرقة معرض أهل الرمضان في دوميات ده مش مجرد خبر ده إنذار ومش إنذار عادي أنا بقوله برضو مش إنذار عادي لأنه أهو لأنه يا حضرات دوميات دي مفروض بلد بلد صناعية بالكامل بالكامل إزاي وصلتها لكده إزاي وصل الضميطة وجهة نظر تانية شافت في الصورة دي إنها مسرقة وإنما ده بركان غضب داخل النفوس ده اللي كتب وحساب باسم أحمق عادل عادل بيقول إنه هجوم الناس على المعرض ليس جوة كما تصور بعض إنما هو بركان غضب أو بركان غضب وشديد داخل النفوس المصريين وربنا يسطر من اللي جاي لكن هاني اعتبر إن اللي حصل ده تخريب متعمد من التجار ومش سرقة ده اللي قاله الحساب ده قال دي مش سرقة ده تخريب ووضع الصابون السائل على الحبوب والبقوليات ووضع الكولور على اللحوم والدواجن يعني تخريب متعمد من التجار ومش سرقة ولا اللي في دماغكم طب يا هاني متشاكلين جدا أنت كده أخرك يا هاني جبت التاية يا هاني صح ما عرفش ليه حاس أن هاني عايز يقول لهم لا السيسي حلو طب يا هاني سيبك من السيسي حلو لأنت شكله غريء عليك يعني الداخلية نفسها طلعت بيان قالت إنها أبضت على سرق معرض الصلع في دمياط يعني مش تخريب ولا تجار ولا القصة دي اهو اهو القبض على المتهم بسرقة معرض أهل الرمضان في دمياط يا هاني يعني يا أخ هاني يا أخ هاني ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص مقيم بمنطقة كفر السعد بمحافظة دمياط لاتهامه بسرقة وإتلاف بعض محاولات حيات أهل الرمضان إيه رأيك يا هاني ولا لبالك وقالك طب سيبك من دي وقعت سرقة تانية هاني في الدأهلية بيقال نفد أهلية إزاي بتقول نهاد مش أنا بتقول الوقت جاء المحل عندنا اهو الوقت ده جاء المحل عندنا وسرق 24 كيو لحمة وجري بعربية كية سبورتاج سودة بس الأسف ما نعرفش الرقم بتاع العربية حسبي الله ونعم الوكيل في ربنا ينتئم منه أي حد يتعرف على الشخص ده له مكافأة يعني ما معنى أنه واحد سرق 24 كيو لحمة يعني هيقطعهم يبيعهم بالكيلو يعني ليه هيكسب إيه ما معنى أنه واحد راح شحن قصدي مون فول عربية وجري هتروح بها فيما هتخلص البنزين مرضو يعني في موقع تنطلب من الناس على تويتر طلب بخصوص الجمهورية الجديدة اللي كلنا شايفينا دلوقتي تعالي شوفوا الطلب ده كان عبارة عن إيه من فضلكم يا محترمين ليه عندكم دلوقتي ليه طلب عنكم أنا دلوقتي راكب توك توك ورايح الجمهورية الجديدة ممكن حد يبعط للوكيشن لأن الطريق الحقيقة مش واضح وكل مسأل حد يقول لي مش عارف بصراع عندي إحساس أنه حصل لها زلزال بفعل فاعل ربنا يسطل ولما وصل ألاقيها لسه موجودة إذا كان صاحبنا ده تاية وطبعا بيهزر ومش تلاقي اللوكيشن ففي اللي وصل وقال إحنا في الجمهورية الجديدة وحكوا عن اللي لقوه في الجمهورية الجديدة زي بيقول أسامة كده بيقول بما إننا في دولة نحن نعيش الجمهورية الجديدة جمهورية رموزها رجول الفراخ البناء أبو 240 جنيه طبق البيض أبو 130 جنيه اللحمة أنا فيها كسما تسمعت الكلمة دي زمان لأ طبق البيض ب130 طبق البيض ب130 جنيه بس يا أسامة يعني داخل على ده غير رز اللي الناس مش تلاقيها كيلو وتشتريه وسعره بقى في العالي أوي ارتفاع قياسي في الرز يا حضرات اللي هو أسعار البيض والرز يا حضرات شوف الراجل شوف الراجل يعيني فخور اه وفينا من بين بس وكأنه أنا لازم أتصور جنب الراجل دي عليه والله العظيم كأنه حصل على منحة كأنه حصل على كيلو لحمة كأنه حصل على ميداليا برونزية بس 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 هتصور جنبه هاتكيس كيس اللي معه يعني أنا وهو احنا الثلاثة مع بعض والله العظيم ده المصري ده الجندي اللي عبر القناة ده اللي بنى حضارة ده المصري اللي بجد ده اللي رأع عمر بلاد ودرس لشعوب بس وصلتول فين تاح مصر انتو متعرفوش ان انتو نور عينينا ولا ايه اه صحيح اه وسقفولو بس هان المصر ازاي والله العظيم حج وحيات ربنا لوحة ده بقى البيض يبقى بمية ومش عارف كم البيض هنا عندي بكم يعني يبقى بمية وخمسين جنيه مسلاً حاجة عجيبة جداً اذا كان سعر الكاتكوت وصل قدامي هنا سعر الكاتكوت الى مبلغ الى اه اتنين وثلاثين جنيه تخيل اتنين وثلاثين جنيه وصل سعر الكاتكوت لاثنين وثلاثين جنيه بعد انقفز التكلفة تتنتاجه واستمرار الخفاض المعروض وسط الازمة تخيل اه حضرات دي الجمهورية الجديدة سيداتي انساتي لما مجت الغلاء دي تعدي احب اسمع اغنيت يا حبيبتي يا مصر لان مصر اللي كنتم اعرفها للأسف لن تعود حد كاتب كده يعني ولقد قالها سيادة فخمة الرئيس الازعة نحن زاهبون الى الجمهورية الجديدة والتي لا مكان فيها للفقراء ولا حتى لمتوسط الدخل المكان فيها للأثرياء فقط ترجمة نانسي قنقر